شايف الورقة ديت دي ورقة بخمس تلاف روبل دي العملة الروسية ورقة بخمس تلاف بتعادل خمسة وستين دولار بتعادل الف جنيه مصري بتعادل ميتين اربعة واردعين ريال سعودي تعال اقولك الورقة دي انت ممكن تعمل بها افروسية وتصرفها ازاي وفي ايه وتعيش بها قد ايه اول حاجة في شخص ممكن يصرف الورقة دي في اكلها طبيعة جدا وفي شخص ممكن يقعد يأكل بالورقة دي باسبوع يعني في النهاية العملة بتتحدد على حسب كل واحد هو بيصرف مساريفه ازاي امت العملة بتتحدد من كل واحد نزواته ايه او مساريفه ايه طبعا بالاخص على حسب يعني ارتفاع الاسعار صعب يكون في بعض الحاجات لكن بشكل عام انت مساريفك ايه اول حاجة سعر صرف الدولار مقابل روبل يعني النهاردة 78 روبل تعادل 1 دولار سبسكرايب للقناة ودوس لايك وحط تعليقك على 5000 روبل انت كشاب طبيعي ممكن طالب او حتى شغال هنا في روسيا انا هتكلم الاسعار دي بالنسبة لموسكو محتاج كم ورقة عشان تعيش كم ورقة من ديت كم 5000 اول حاجة اقولك الخمس تلاب ديت انت ممكن تعيش بيها تاكل وتشرب بيها لمدة اسبوع يعني الورقة دي هتروح بيها مثلا هايبر ماركت اللي هو اسمه ايشان هنا وتجيب البضايع بتاحتك لمدة اسبوع اكلك اللي انت هتطبخه في البيت ايوة يعني ممكن تجيب لك 2 كيلو لحمة ب1000 روبل 3 فرخات ب1000 تانية يبقى كده صرفت 2000 بقى عيش وجبن وزتون وزيوت ومكرمات والحاجات اللطيفة دي وانت هتطبخ لنفسك وهتاكل لمدة اسبوع بشكل طبيعي جدا وهتبقى الدنيا لطيفة معاك وفواكه وكل حاجة لكن شوية الفواكه غالية يعني بعض الفواكه لكن لو انت بتاكل بر بردك الاكل المتوسط هتاكل ب1000 روبل في اليوم يعني ال5000 روبل دول هيكفوك في النهاية يا معلم خمس تياب بس يا برميد اقول لي انت ارى انت شاف الاسعار غالية ولا رخيصة خلينا اقول لك على حاجة روسيا هي فيها ميزة وفيها في نفس الوقت تعيد الاسعار بتزيد علشان الدولار بيعلى يعني الدولار النهاردة ب78 روبل وان دولار بيعادل 78 روبل انا كنت جاي البلد دي من 4 سنين كان الوان دولار بيعادل 50 روبل في خلال 4 سنين يعني هو ساعات بيوصل هنا لـ 80 و 81 و 82 في بعض الوقت فانا زاد تقريبا 30 روبل في خلال 4 سنين اللي انا موجودهم هنا في الروسيا لكن ده عيب الميزة في الروسيا ان انت تقدر تتاقلم وتعيش باقل التكاليف بمعنى ايه؟ فيه اكل رخيص وفيه اكل غالي فانت تقدر تاقلم حياتك تقدر تكون في البيت وتقدر تاقل برا بس فانا انت تقدر تاقلم حياتك كمان لو هتكلمك عن السكن انت محتاج كاميرا من ديت عشان تسكن انت كطالب او انت كحد كده جاي لروسيا محتاج تقريبا لو هتكلم على قوضة متوسطة الحال اللي هي ستوديو الستوديو ممكن يخش له في عشرين او خمسة وعشرين الف روبل يعني ممكن يخش لثلاثين كمان لهو قريب من المترو يعني بعيدة عن المترو شوية انا بتكلم على موسكو بعشرين الف روبل وده بتقضي طالب يعني طيب بالنسبة بقى لإيه؟ الانترنت وموبايل واتصالات وكده بصراحة الانترنت والمكالمات هي مش غالية هنا فرسيا بألف روبل تقدر تاخد انليميتد انترنت معاك طول الشهر لو هتعمل واي فاي في البيت هيبقى بخمسمية روبل يعني لو واي فاي وموبايل داتا باقة شهرية معاك اتنين هتبقى بألف وخمسمية المكالمات يعني انت اصلا بيبقى معاك الف وخمسمية دقيقة مجانية فما ظنش انها غالية بالنسبة لبلاد تانية والانترنت قوي 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 هنا يعني فده ميزة مهمة جدا الحاجة المهمة بقى بتعملها بالخمس تلاف ديت انت ممكن بثلاث تلاف تعمل اشتراك شهري في المترو في الترانفاي الوات ترام في اي مواصلة عامة في البلد بتعمل اشتراك فيها حاجة اسمها كده تريكا كارت بتعمله بيبقى مشحون لمدة شهر بثلاث تلاف تركب باي مواصلة عامة طب هيبقى ألفين يا بو حميد من الخمس تلاف هاعمل بيومين الالفين دول ممكن تبقى تركب بيوم تاكسي في الاوقات اللي انت مروح فيها متأخر وهيبقوا كويسين بالنسبة لك خلال الشهر ومش معنى ان انا بقولك انت رجع متأخر ممكن تكون صهران لو انت بتصهر هنا في روسيا في الورقة دي بالنسبة لك لا يصل لها اي قيمة يعني لو هتصهر يبقى الخمس تلاف دول ممكن يتصرفوا في ليلة ممكن عشر تلاف يتصرفوا في ليلة لان اللي بيشرب بيعمل ايه بيعمل كل حاجة الشرب بيجيب شرب والمساريف بيجيب مساريف وفي النهاية عايز اقولك على حاجة قلال جدا حاليا اللي بيتعامل بورق في روسيا يعني بمعنى ايه قلال جدا اللي بيتعامل بالعملة كله حاليا بيتعامل اونلاين انت في النهاية الكارت بتاعك على الموبايل حتى انت سواء التاكسي او اي حد اي حد انت بتشتري منه اي حاجة لو انت مش اتفعله اونلاين ممكن حتى تحوله المبلغ اونلاين يديك رقم تليفون وتحوله عليه نكلمك عن اللبس اللبس هنا الملابس في روسيا طول اوقات الموسم العادي فهي تعتبر اسعارها زي اي دولة في العالم بل ممكن تكون اغلى من بلداننا العربية شوية لكن في اللي هو الخصومات او السيل بيعملوا خصومات كبيرة جدا 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 فاي حد بيبقى عايز يجيب لبس بيستنى الخصومات هنا في حاجة اسمها بلاك فريدي مثلا فتلاقي في خصومات كبيرة جدا هنا في يوم المرأة عشان ان يوم المرأة ده هنا حاجة يعني انت لك انت تتخيل ده اهم عيد هنا في روسيا طبعا بعد اعياد النصر والاعياد القومية يعني عيد يوم المرأة ده من الايام اللي لازم البلد كلها بتحتفل فيه فانت ممكن الورقة دية ما تقدرش تجيب بها بوكي ورد ايوة يعني الورد في اليوم ده بقى غالي جدا يعني ممكن ترح تجيب بوكي ورد بسبعة تلاف روبيل لك انت تتخيل في النهاية بوكي ورد فايام الاعياد بيبقى فيه خصومات طبعا مش بتكلم على الورد بتكلم على اي حاجة تانية بيبقى فيه خصومات كويسة جدا طيب في العادي يعني انا ممكن اجيب بانطلون بكام تشيرت بكام يعني ممكن تجيب التشيرت بالمتوسط الف الفين على حسب طبعا انت بتجيبه من اين ممكن تجيبه بثلاث تلاف البانطلون هتجيبه بالفين الفين ونص تلاث تلاف طب لو فيه اسكتكا فيه خصومات الدنيا هتمشي ازاي اي حاجة ممكن تلاقيه بالف كتشي بالف وبانطلقهم بالف تشيرت بالف اميس بالف فاحسب الالف ديت بتعادل كام بالنسبة لي بلدك اقسم على 78 ده سعر النهاردة طب يا ابو حميد انت عملت تكلم كده في الفات راحة الفات جاهية الناس عندكم بتقبط كام تعال اقول لك على حاجة هنا الروسيا الدخول فيها مش عالية هي متوسطة لكن في نفس الوقت المواطن بيعرف يدخل دخل من اكتر من مكان واكتر من جهة بمعنى ايه؟ يعني المواطن تلاقيه بيشتغل شوالنتين مثلا وعنده بيت مؤجر هنا معظم الناس علشان هم كان عيام الاشتراكية والاتحاد السوفيتي كان كل المواطنين عندهم شواء فانت يبقى عندك شقة وجايب لابنك شقة فلي بيحصل كل قاتي العيلة كلها تلاقي مكدسة في شقة خمسين ستين متر هم قجرين شقة تانية فعندهم دخل ايجار تاني بيجي لهم مثلا تلاتين او اربعين او خمسين الف روبل ايجار بيجي لهم كل شهر حاجة تانية هو شغال شغلان او اتنين الشغلان دي ممكن تبقى ممكن يكون شغالة بشغلان او اربعين الف الشغلان تاني بخمسين الف ممكن يكون شغالة شغلان بمئة بمئتين على حسب انت شغال فين لكن انا بتكلم عن 했어 قطاع الشغلان اللي هو متوسطة حالة تلاقي حوالي خمسين الف روبل او او childish خمسين الف روبل او categور في حاله. يعني فعلا بيكون عنده اكتر من دخل. بتجي هنا روسيا هي ومهن تبقى كويصة للطالب او لوحد بطوله لكنها صعبة جدا جدا للأسرة. بمعنى ايه? اللي عنده أسرة هنا واطفال فهي الحياة بالنسبة للمكلفة وغالية جدا جدا. كل حاجة تخص الاطفال فهي غالية وغالية مبلغ فيها يعني. بص بقى كتبلي في التعليقات انت ايه رأيك في الورق اللي بخمس تلاف ديت? عشان الناس بصراحة بتيجي هنا لما لما تروح تحول الفلوس تحول الالف دولار مثلا تلاقي شوية خمسات خمسات كده بتستقل الموضوع. يعني انت ممكن الخمس تلاف ده انت لو سايح تجيب بها سوفينير يعني تجيب بها حاجة كده هدية وانت وانت ماشي هدية لطيفة. فهي في النهاية طبعا كل واحد ومساريفه لكن هي ورقة تحترم وفي نفس الوقت ممكن انت لو انت لك في الصهر يا معلم مش هيكفيك اي فلوس. الصهر الناس اللي ليها في الصهر مستحيل يكفيها اي فلوس لان الصهر متطلباته كتير جدا جدا والعربدة نهايتها وحشة. العربدة نهايتها وحشة. ايوة ايوة ما تفكرش في كده. ما تفكرش في كده. لو جاي رسية وهدفك عربدة فانت هتلاقي العربدة متاحة جدا بس نهايتها وحشة. نهايتها هتترمي في الثلج. فعلا. هتترمي في الثلج. ايوة هتبقى سكرا وهتنام في الثلج لان انت اصلا مش عارف توصل بيتك. يلا فيها امل فيها حاجة حلوة. انا بس حبيت كده انلكو شوية تجارب من روسيا والحياة في روسيا بالخمس اشوفكم في بديو قديم.